من أين مواجهة فيروس كورونا؟ تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضراموت وسط دعوات للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مؤشرات بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضراموت مر حتى الآن شهر وثمانية عشر يوما منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في مدينة الشحر بساحل حضراموت لتكون أول إصابة بهذا الوباء في اليمن ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية على ما يبدو في تقليص مساحة انتشار الفيروس في ظل الأرقام الصادرة عن السلطة الصحية في كل من اللغاد والساحل تشير أحداث البيانات الحكومية إلى وجود 73 إصابة و25 حالة وفاة وثمانية حالات تعاف على مستوى محافظة حضراموت في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالالتزام لإجراءات التباعد الاجتماعي خصوصا في ظل هيمنة التقاليد والطقوس الدينية المتجذرة مدينة تريم أحد أهم مدن وادي حضراموت التي تحتضن مراكز مهمة للتعليم الديني يرتادها طلاب من دول عدة كان نصيبها من أحدث الإصابات المسجلة على المستوى الوطني خمس حالات جديدة أحدها نتجت عن المخالطة بمصاب وحالة وفاة وفقا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضراموت الدكتور غازي باشامخة وكان نصيب مدينة سيئون مركز الوادي على دوافات وإصابتين جديدتين لترتفع الحصيلة إلى 19 إصابة في وقت تخضع فيه الحالات المصابة للعلاج بالأكسجين في مركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون ومستشفى الحياة العامة يخضع حاليا 182 مخالطا للحجر المنزلي يتركزون في مديرية سيئون وتريم والشبام حيث أثبتت نتائج الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية لهؤلاء المخالطين أنهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات أو أعراض الوضع في ساحل حضراموت أفضل قليلا من الوادي مع تسجيل حالتي إصابة في مدينة المكلة لم تخالط أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس إحداها لرجل في الخامسة والخمسين من عمره يسكن في جول الرماة والأخرى لإمرأة في الخامسة والستين تسكن في فوى القديمة فيما سجلت حالة وفاة في مستشفى الحميات بثلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر